قصتنا النهاردة عن ياسمين اللي اكتشفت وين مخطوبة ان عندها مرض صعب خليها تدخل اكتر من عملية لحد ما وصل بيها الحال انها بايت قاعدة على كرسي متحرك ساعتها قالت لخطبها كل شيء اسمه نصيب تفضل شبكتك وحكتك انا مش هقدر اظلمك معي بس هو رفض تمسك بيها رغم ان اهله كانوا مش موافقين بعد مشاكل بين اهله واهلها اتجوزوا قاعدت معاه في بيت عائلة بعد الجواز بوقته قليل قوي كل حاجات غيرت بقى يعييرها بمرضها ما بقاش يصرف على البيت مخالي اهل ياسمين هم اللي بيصرفوا عليها حتى علاجها كان بيستخسر يجيبوا جابت منه بنت ولد فلت مستحملة ضرب اهانة شتيمة بخل اضطرت في الاخر ان هي ترفع عليه قضية الطلاق زي ما احنا عارفين قصة بتخلص على ايه استلم اعلان القضية طلقها بالود اتفق معاها ان هو هيديها كل شهر الف جنيه نفقة مصاريف لابنه وبنته وهي تسيبهم يروحولوا في الاجازة اخر الاسبوع زي المتعرف عليه برضو لحد ما في مرة خد العيال ما رجعهمش ياسمين رفعت قضية في المحكمة بقالها لحد الوقت اربع شهور ما تعرفش عنهم حاجة مش عارفة تعمل ايه عشان كده منورونا ومشرفونا النهاردة دكتور غادة المعطوي استشاري العلاقات الاسرية عشان نشوف هنعمل ايه منوروني يا دكتور عيد اه بارك ايه يا دود الحمد لله ايه رأيك بقى في قصة النهاردة الحمد لله يا حبيبت ايه رأيك سمعت عنها كتير سعر اه ايه ايه رأيك في المجمل جدا جدا ايه رأيك في المجمل